على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم لأنه هو برضو استكمالا للتصريحات المبارح وهو قال وده تصريح طبيعي بقى عن اختيارات اللاعبين هو قال كل الاختيارات بتكون نتيجة دراسة أو دراسة كل التفاصيل والإحسائيات وتحلالها من جميع النواحي سواء بيتكلم هنا فنيا أو نفسيا وأن جميع أو جمع كمان المعلومات حول القصوم في بطولة كأس أمم الأفريقية وأنه هو بيتطفق معه أو بيثق في جميع الاختيارات القادرة على المنافسة وأنه كمان بيرغب في الحصول على أفضل ما لدى محمد صلاح وجميع اللاعبين على كل حال إحنا منتمنى التوفيق أكيد للمنتخب بإذن الله وتاني إحنا مش هنتهاون في الحصول على اللقب القصة ما أصبحتش أن إحنا عايزين نأدي أداء مشرف أو أن إحنا نروح ونجرب أو أن إحنا يعني نحاول إحنا عايزين نروح نحصل على اللقب لأن إحنا نقدر أن إحنا نحصل على اللقب أنت عندك يعني منتخب فيه عناصر عالمية وعناصر دولية وعناصر المحترفة فبتهايقلي إحنا ما فيش حاجة بتنقصنا غير بقى أن المفروض يكون فيه رسم كويس أو يعني خطة كويسة فربنا يوفقنا إن شاء الله وعلى ذكر الأداء المشرف ويا ريت ومشرف مش هلين نوصل للمت دا يا كريم؟ ما نبتح أنا وصده أنا بصني أنا بالأول ما تشل ليبيا لو تلاحظت أنا عارفة أنا فكرة كويسة أنا مقول لك أنا أحطي إيدي على قلبي ومش منطمن اللي بيحصل ٹ Chicago ٹ